هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين وخير مبسوطين رجل لكم بمقطع جديد ومقطع زلها طبعا في مقطع اليوم رح نجرب قلت شاتة تيك توك لجي تي اي سان اندرياس ومتأكد بمجرد ما قلت جي تي اي سان اندرياس جاء على بالكم ذاك الفيديو التيك توكي السان اندرياسي المثير الاهتمام واللي اتوقع كلكم كلكم شفتوا ومنشنيني عليها اكثر من 200 مرة كالعادة لو عندكم فيديوها تبقواها تظهر معنا في الحلقات القادمة منشنوني عليها لحسابي في التيك توك والظاهر لكم الآن اما الآن اربطوا لحظة ما وخلنا نخش سويا في المقطع اول فيديو تيك توكي جراندي سان اندرياسي منشني عليه فيليجار واتوقع كلكم كلكم شفتوه وزي ما تشوفون فيلو يسحب هوليكابتر الشرطة بالتوتراك لداخل البي انت سبري بعدها يفكها داخل البي انت سبري وبعدها يخش بالتوتراك بجنبها لما يقفل الباب ويفتح من جديد الهوليكابتر راح تنقلب بهذا الشكل الغريب ويصبح بإمكانك قيادتها ومن هذا الكلام طبعا شيء مثير الاهتمام صراحة لذلك مباشرة توجهنا لبي انت سبري وعندنا الهوليكابتر وكذلك التوتراك موجودة وصراحة وزنية سحب الهوليكابتر بالتوتراك شوية تقروش ويبغالها صبر ويبغالها وزنية لما وزنتها ودخلتها بالشكل المثالي وتركتها ودخلت بالتوتراك وقفل علينا الباب الآن مفترض لما ينفك راح نحصل الهوليكابتر مقلوب لكن زي ما تشوفون لم يحدث أي حاجة عدت الأمر أكثر من مرة صبغت أكثر من مرة غيرت لون المركبة أكثر من مرة ما حدث أي شيء وما انقلبت الهوليكابتر نهائيا وإطلاقا قلت ممكن تزبط على أول نسخة لجيتا اي سان اندريس من ستيم في حكم أنه نسختي معدلوا فيها موداته إلى آخره لكن أيضا حتى في أول نسخة من جيتا اي سان اندريس في ستيم ما انقلبت ولا هم يحزنون لذلك لا الفيديو غير صحيح بل إنه لو تركزون جدا 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 راح تلاحظون إنه أول ما قفل باب الكاراج أو البيين سبري في قطع في الفيديو حدثت أو سكيب كذا وهنا غالبا يعني خوينا جاب الهوليكابتر المقلوبة وحطاه في المكان وعدل الأمر بالمنتاج طبعا الآدمي ممنتج ومؤدت الفيديو بشكل جيد جدا لدرجة إننا ما لاحظنا هذا الأمر لكن لما تدقق راح تلاحظ زي ما هو ظاهر لكم الآن لذلك لا الفيديو غير صحيح ورح يأخذ قتم الكيس النهائي ثاني فيديو تيك توكي جراندي سان اندريسي منشني عليها الآدمي هذا والفيديو يقول إنه عند الساعة التاسعة مساء في منزل سي جاي احتمال إنك تلاقي شبح أم سي جاي طبعا محنكين جيتا إيسان اندريس مفترض يعرفون صحة هذا الفيديو وهو مود بنسبة 100% أخوان بإمكانك إنك تحملوا من عدة أماكن زي ما تلاحظون لذلك لا الفيديو غير صحيح وهو مود مركب كليا يجعل أم سي جاي تظهر في المكان لكن في اللعبة الأصلية لو رحتوا لمكان سواء تسعة تسعة سواء اثنين الليل سواء ثلاثة الليل لا يظهر شبحها إطلاقا ونهائيا ثالث فيديو تيك توكي جراندي سان اندريسي منشني عليه كوكب زحل والفيديو يورينا طريقة تمكننا من إنهاء مهمة قطار بيك سموك بكل سهولة وبكل بساطة عليك إنك ترمي قنبلة تحتك ومن ثم القفز مع الانفجار في حال زبط كل شي رح تطلع فوق القطار بهذا الشكل وتقدر تقتلهم وتنهي المهمة لذلك تعالوا نجرب طبعا أول محاولة التطبيق كان صح لكن الانهاء كان جدا جدا سيء ولم يكن مثالي لذلك القطار دعسنا وفشلت المحاولة المرة الثانية هذا اللي صار صراحة أول ما شفت الفيديو توقعت إنه صاحب الفيديو مستخدم كلمة سر النطة العالي لكن فعلا الحركة تنفع وتنفع تماما بصوصة لو قد القفزة مع انفجار القنبل رح تزبط معاك مباشرة صراحة هذه من الطرق الرهيبة اللي ممكن يكنك تسهل مهمة القطار القثيثة حق جي تاي سان أندريس أو حق بيك سموك لذلك نعم الفيديو صحيح ويزبط لذلك ختم الصدق النهائي رابع فيديو تيك توك جراندي سان أندريسي منشني عليه R4B والفيديو زي ما تشوفون يجيب شاحنة نقل السيارات ويزبطها تحت مركبة مطعم الفضائيين زي ما تشوفون وطلع فوقها وتسلق ومن ثم ركبها وطار بيها بهذا الشكل لذلك تعالوا نختبر لما جينا بالشاحنة وركنناها تحت المركبة الفضائية أو شكل المركبة الفضائية ونطينا فعلا سي جي تسلق مثل ما أظهر الفيديو بالضبط لكن لما قاعدين نضغط زر ركوب المركبة F F F F Enter 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 ما أصار أي شيء إطلاقا لذلك الفيديو غير صحيح نعم بإمكانك أنك تتسلق في هذا المكان لكن أنك تركب المركبة الفضائية أو شكل المركبة الفضائية وطير بيها هذا غير صحيح وختم الكيس النهائي خامس فيديو تيك توكي جراندي منشني عليه عمر والفيديو يقول لكن غريبة خفو علينا المطورين لأسباب غير معروفة في لعبة جي تي سان اندرس لو رحنا الوتيل في السامفير ودخلنا جوا وجينا في الحتة دي وشغلنا موضي النوك ليب ونطلع كده من هنا زي ما انتوا شايفين كازا علامة للسيف جيم طبعا لو طفيت النوك ليب هاا لتحت وأنا حب أقولك أن دي أماكن وزي زي ما انتوا شايفين المبنى الزهار ده وبص السام اللي فوق ده وعايزكوا تركزوا كده في المبنى ده كويس لأن المكان ده احنا نواصلنا له بكده في مهمة ودينا نزلنا تحت ودي كل القود اللي احنا دخلناه في مهمة ما أنا معرفوش وأكيد أنتم ما تعرفوش طبعا لما رحنا للفندق وشغلنا مود النوكليب مباشرة تقدر تشوف المكان اللي ذكره ولما تروح له وتقفل النوكليب تقدر تمشي فيله بلا أي مشاكل طبعا صاحب الفيديو كان مو عارف بالضبط هذا المكان استخدمه في أي مهمة وهو ترى استخدمه فعلا حقيقة في أحد مهمات جيتا أي سان أندرياس لكنه ظهر وفي له مغيرة بعض الأشياء لذلك ممكن صاحب الفيديو ما تعرف عليه إذا صاحب الفيديو ما عرف وين المهمة متأكد أنه اللهبيين رح يكون هذا الشيء جدا جدا سهل عليهم لذلك سؤال يا أخوان في أي مهمة استخدمه هذا المكان وقفوا المقطع وكتبوا لنا جاباتكم في خانة التعليقات والفيديو رح يأخذ ختم الصدق النهائي سادس فيديو تيك توكي جراندي سان أندرياسي منشني عليه أكثر من خمسين واحد منكم زي ما تشوفون حرفيا التعليقات كلها منشيناتكم التعليقات كلها 4x4 game والفيديو زي ما تشوفون حط سيارة عادية في نص باب كراجة الـ Pay & Spray جاب مركبة المطار هذه وخلى أحد الـ MPC يلحقوا لداخل الـ Pay & Spray وأول ما طيحوا من السيارة تقفل باب الكراجة أو الـ Pay & Spray ومباشرة لما يحدث ذلك رح تنقص السيارة إلى نصفين بهذا الشكل ولي بإمكانك أنك تسوقها وإلى آخره طبعا نحن جربنا والنتيجة كانت مختلفة تماما عما أظهره الفيديو لذلك تعالوا نشوف والتصدردددددددددددددددددددك زي ما شفتوا الباب أول ما قفل دف السيارة إلى الأمام وبعدها عن الباب حرفياً ومن ثم قفل ما قصها مثل ما ادعى الفيديو وإلى آخره بل أنه أيضاً أيضاً هذا الآدم يعني سيء في الفبركة لو تركزون في بداية الفيديو راح تقدرون تلاحظون أن السيارة أساساً already مكسومة بالنص لذلك ختم الكيس النهائي وتقريباً يا أخوان هذا هو مقطع اليوم وفيه شفنا ستة فيديوهات تيك توكية جراندية عن جيتا أيسان أندرياس وصراحة أن يا أخوان أول مرة تكون الفيديوهات دسمة بهذا الشكل وفعلاً تحتاج أنه الواحد يروح ويجرب ويختبر أغلب الفيديوهات كنت تطالع فيها على طول أقدر أثبت أنها غير صحيحة أو أنها صحيحة لكن فيديوهات اليوم خلتني أروح وأجرب وأختبر وأحلل فشكراً للمشانوني وكذا وصلنا علىكم لهذه المقطع لا تحمونا من لايك وسابسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة